ظلام اليأس حل على سكان مدينة طرابلس اللبنانية عروس الثورة كما يحلل اللبنانيين تسميتها الأزمة الاقتصادية غير مسبوقة طرابلس تضم نسباً مرتفعة من الفقراء ومحدودي الدخل وجائحة كورونا أتت لتزيد الوضع تعقيداً منطقة باب التبانة أحد أفقر أحياء طرابلس وهي كثيراً ما كانت وجهة اللبنانيين لإصلاح سيارة أو باب خشبي بتكلفة منخفضة ورش ومصانع كثيرة هناك اضطرت إلى تسريح العمال بعدما هدأت الاحتجاجات وفردت تدابير الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا بالمصنع كان عندنا شيء عشر عمال بسبب هالأوضاع اللي وصلنانا نحن اليوم صار ولا شيء صارت أنا وأخي خي موجود معنا بس أنا وياه وقفنا العمال كليت وأنا ما كنت رويد هذا الشيء بس طلع الأمر عن إطارنا معظم القوى العاملة في طرابلس تعتمد على الدخل اليومي وأكثر من نصف العمال يحصلون على أقل من دولار واحد في اليوم مبلغ دون المتوسط الوطني البالغ خمسة دولارات في ظل تخبط المسؤولين في تطبيق خطة إصلاحية إنقاذية وانهيار العملة الوطنية تتراجع القيمة الشرائية لللبنانيين فيما تتوقع المؤسسات الدولية أن تزداد نسبة الفقر في البلاد إلى 60% منهم 22% تحت خط الفقر المطقع ترجمة نانسي قنقر